بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أهلا وسهلا بكم أعزائنا في اللقاء ومحاضرة جديدة وهذه المحاضرة تتناول ثلاث محاور المحور الأول هو الاسم المقصور والاسم الممدود وعنوان الثانية المحور الثاني هو كم الاستفاهمية وكم الخبرية ونختم هذه المحاضرة باسلوب التعجل ونبدأ أولا أعزائنا بالمحور الأول وعنوانه الاسم المقصور والاسم الممدود نبدأ أولا بالاسم المقصور والاسم المقصور هو اسم معرب ينتهي بألف مقصورة وعندما نقول ألف مقصورة فهذه الألف لها شكلان الشكل الأول هو ما يكون على رسم الياء أي أنها تأتي بنفس شكل الياء والشكل الثاني هو ما يكون ألفا قائمة وهناك كثير من الطلاب يخلطون ما بين الألف المقصور والألف الممدود فيظنون أن الألف هذه القائمة هي ألف ممدود وهذا خطأ شائع سوف نجله إن شاء الله في هذه المحاضرة وأما بالنسبة للناحية الإعرابية للاسم المقصور فالاسم المقصور يعرب وفق موقعه في الجملة ويعرب في حالة الرفع وفي حالة النصب وفي حالة الجر وتكون الحركة الإعرابية بالنسبة للإسم المقصور دائما تكون الحركة الإعرابية دائما تكون مقدرة منع من ظورها التعذر فعلى سبيل المثال في قوله تهالى فرجع موسى إلى قوبه غضبان أسفاء لاحظ الآن كلمة موسى إذن هو اسم المقصور لو جئنا إلى الناحية الإعرابية فننظر إلى موقعه رجع هو فعل ماضي موسى إذن هو فاعل وهذا الفاعل جاء مرفوعا إذن نقول في إعرابه هو فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره أو على الألف منع من ظورها التعذر ولو قلنا مثلا إن موسى طالب مجتهد لا قلنا في إعرابي إن هي حرف توكيد ونصب وموسى هو اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره منع من ظورها التعذر ولو قلنا مثلا الحياة الدنيا زائلة ماذا تعراب كلمة الدنيا لاحظ أن الحياة أو الحياة الدنيا زائلة الحياة الدنيا زائلة إعرابوا كلمة بين قوسين الحياة هي مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة والدنيا هنا هنا جاءت نعتا وجاءت صفة إذن نعت مرفوع لأن النعت يتبع المنعود كما ذكرنا سابقا فهو نعت مرفوع وعلامة رفعه الضمة أيضا المقدرة على آخره أو على الألف منع من ظورها التعذر إذن نلاحظ حتى لو جئنا أيضا بحالة الجر فقلنا مثلا هذا كتاب عيسى فماذا نعرب كلمة عيسى إذن عيسى هو مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة على آخره منع من ظورها التعذر إذن نستنتج أن الإسم المقصور هو إسم معرب وعندما نقول هو إسم معرب أي أنه يعرب وفق موقعه في الجملة فقد يأتي فاعلا وقد يأتي مفعولا وقد يأتي إسما مجرورا أي بمعنى أنه قد يأتي مرفوعا ومنصوبا ومجرورا فهذا الإسم المعرب تتغير حركة آخره وفق موقعه في الجملة وهذا الإسم المعرب تكون حركة آخره مقدرة منع من ظورها التعذر وسوف نتحدث إن شاء الله في أيضا لقاء آخر عن سبب كتابة الألف المقصورة لماذا تكتب الألف المقصورة على شكليا ولماذا تكتب قائمة ما السبب هذا سوف نأتيه إن شاء الله في لقاء آخر أما بالنسبة لي الاسم الممدود وهنا الاسم الممدود يختلف اختلافا كليا عن الاسم المقصور هنا أكرر مرة أخرى أن الاسم المقصور ينتهي بألف إما أن تكون مقصورة على شكل الياء أو أن تكون قائمة هذه الألف القائمة كثير من الطلاب يقول عنها أنها هي ألف ممدودة وهذا خطأ فالألف المقصورة أيضا حتى لو جاءت بهذا الشكل فنقول هي ألف مقصورة قائمة بينما الاسم الممدود هو اسم ينتهي بألف وهمزة فهذا الفرق ما بين الاسم المقصور والاسم الممدود فالاسم الممدود هو اسم ينتهي بألف وهمزة فهذا يسمى بالاسم الممدود كقولنا مثلا كلمة سماء وصحراء وحمراء وبناء إلى آخره إذن الاسم الممدود هو اسم معرب ينتهي بألف ممدودة أي ينتهي بألف وهمزة ولذا لا بد للطالب أن يتعرف أنواع الهمزة في الاسم الممدود وهذه الهمزة في الاسم الممدود تقسم إلى ثلاثة أقسام القسم الأول هي أن تكون الهمزة أصلية وكيف نعرف أن الهمزة أصلية هنا في الاسم الممدود نعود إلى الفعل فإذا كان الفعل يشمل أو يحتوي على الهمزة فمباشرة نقول أن الهمزة هنا هي أصلية ومثال ذلك في قولنا كلمة إنشاء نلاحظ أن كلمة إنشاء هي مأخوذة من الفعل أنشأ ينشئ نشأ لو عدت إلى أي فعل الماضي أو الماضي أو المضارع أو الأمر لا لاحظت أن الهمزة موجودة في هذا الفعل أنشأ ينشئ نشأ أنشئ لاحظ أن الفعل يشتمل على هذه الهمزة فنقول في همزة إنشاء إذن هي همزة هي همزة أصلية وقص عليها أيضا كلمة ابتداء فهي مأخوذة من الفعل ابتدأ أو بدأ أو يبدأ أو إبدأ فالهمزة إذن هي أصلية وقص عليها أيضا كلمة قراءة إذن هي مأخوذة من يقرأ قراءة إقرأ فالهمزة إذن هنا هي أيضا أصلية أيضا لو أخذنا مثلا كلمات ابتاء يبطئ أبطأ أبطئ فهذه أيضا الهمزة جاءت أصلية وقص عليها أيضا كلمة قراء إذن النوع الأول من أنواع الهمزة فهو أن تكون الهمزة هي أصلية أبا النوع الثاني من همزة الإسم المبدود فهي أن تكون الهمزة زائدة دالة على التأنيث وهنا عندما نقول أن الهمزة زائدة دالة على التأنيث فلا بد أن نتذكر الصفة المشبهة التي تكون على وزني فعلاء وهذا الوزن بالذات يدل على لون أو عيب أو حلية أي زينة قولنا مثلا 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 على الألوان نقول مثلا كلمة حمراء فكلمة حمراء دلت على لون وجاءت على وزني فعلاء فالهمزة هنا مباشرة نقول هي زائدة أو نقول هي دالة على التأنيث وقس عليها أيضا صفراء وخضراء وزرقاء وبيضاء وصفراء وسوداء وسمراء وشهباء أيضا فكل هذه تدل على أنها زائدة للتأنيث وأيضا قس عليها كلمة صحراء وقس عليها كلمة علماء وشعراء فإذا قمنا بإزالة وحف الألف والهمزة هنا لعدنا إلى الفعل الثلاثي الأصلي فعندما نحذف مثلا الهمزة من كلمة علماء هنا لعدنا إلى الفعل الثلاثي الأصلي وهو علم وهنا ندرك أن الهمزة هنا جاءت زائدة أما النوع الثالث من أنواع الهمزة فهي الهمزة التي تكون منقلبة عن أصل وإندما نقول منقلبة عن أصل أي أن هذه الهمزة أصلها إما أن يكون واوا أو ياء وحتى نعرف أصل الهمزة إن كانت هذه الهمزة واوا أو ياء نعود إلى الفعل المضارع فنقول مثلا في كلمة بناء هذه الهمزة مأخوذة من المضارع يبني فإذن أصل هذه الهمزة هي ياء إذن كلمة بناء هي في الأصل هي بنائي فلاحظ الآن إذن هذه الهمزة قلبت فأصبحت ياء أو الياء هذه قلبت إلى همزة فنقول إذن في أصل هذه الهمزة أنها منقلبة عن أصل أي منقلبة عن ياء وقس عليها أيضا كلمة رجاء هي مأخوذة من الفعل المضارع يرجو فالهمزة هي في أصلها واو فأصل رجاء رجاء فقلبت الواو يا همزة لأسباب سنأتي إليها إن شاء الله في دروس لاحقة لكن ما يهمنا أن نعرف أن الهمزة في أصلها هي واو أو ياء من خلال الرجوع إلى الفعل المضارع ولو قلنا مثلا كلمة سماء للاحظنا أن الهمزة في كلمة سماء هي أصلها واو والدليل على ذلك لو عدنا إلى الفعل المضارع لقلنا يسمو إذن المضارع بماذا انتهى؟ انتهى بالواو إذن كلمة سماء هي بالأصل سماو فقلبت الواو همزة فأيذن الهمزة هي منقلبة عنه أو إذا قلنا منقلبة عن أصل بشكل عام فلا ضير إذن لاحظنا أن الهمزة في الإسم المبدود إما أن تكون أصلية وإما أن تكون زائدة والزائدة ربما أيضا تدل في ذات الوقت على التأنيث وإما أن تكون منقلبة عن واو أو ياء أو نقول بشكل عام هي منقلبة عن أصل ولجينا إلى الناحية الإعرابية بالنسبة للإسم المبدود فالإسم المبدود يعرب وفق موقعه بالجملة رفعا ونصبا وجرا فإذا قلنا مثلا السماء صافية السماء إذن هي مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره إذن هنا يعرب بحركة إعرابية ظاهرة لا مقدرة وأيضا لو قلنا كانت السماء صافية لقلنا في إعرابي السماء أيضا هو اسم كان مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره ولقلنا مثلا إن السماء صافية لقلنا في إعرابي كلمة السماء هي اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره ولقلنا أيضا نجوم السماء لامعة أيضا لقلنا في إعرابي كلمة السماء هو مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره لكن هنا لابد أن نتنبه إلى ملحوظة في غاية الأهمية أن الإسم الممدود إذا كانت همزته زائدة وجاء نكرة في حالة الجر إذن أكرر مرة أخرى الإسم الممدود إذا كان نكرة في حالة الجر فهذه النكرة في حالة الجر تعامل على أنها ممنوع من الصرف فتجر بماذا فتجر ب الفتحة عوضا عن الكسر فنقول فنقول مثلا مررت ب صحراء قاحلة فصحراء إذن همزتها زائدة دال على التأنيث وجاءت في حالة الجر وهي نكرة إذن تكون ماذا تكون في حالة الجر إذن وتجر في هذه الحالة بالفتحة عوضا عن الكسر فنقول في إعرابي بصحراء هي اسم مجرور وعلامة جره الفتحة عوضا عن الكسر لأنه ممنوع من الصرف وقس عليها لو قلت أعجبت بسيارة حمراء وسكنت بجانب بني غبراء إلى آخره هذا بالنسبة للإسم المقصور والإسم الممدود أما المحور الثاني فهو كم الاستفهامية وكم الاستفهامية وكم الخبرية كم الاستفهامية هي دائما أبدا يؤتى بها للدلالة على عدد مبهم ولماذا نحن نسأل عن نسأل هذه أو نستخدم هذه هذا الاسم كم حتى نطلب تعيين شيء معين فإذا قلنا مثلا كم طالبا في الصف فإذا أنا أطلب عددا معين فإذا هو يطلب بها التعيين وإذا تحتاج إلى جواب أيضا نقطة مهمة جدا تمييزها يجب أن يكون مفردا منصوبا لاحظ الآن أن الإسم الذي يأتي بعدها إن كان منصوبا فيجب أن يكون مفردا منصوبا فنقول كم طالبا ماذا نعرف كلمة طالبا إذن هو تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة أو تنوين الفتح الظاهر على آخره فإذن كيف نستطيع أن نميز كم هنا من خلال التمييز الذي يأتي بعدها إن كان الإسم منصوبا فهذا مباشرة نقول هذه كم هي استفهامية وهنا يجوز أن نحذف تمييز كم فنقول مثلا كم عدد الطلاب في القاعة لاحظ هنا قلنا بحذف تمييز كم وتعرب أيضا كم حسب موقعها في الجملة سواء رفعا أو نصبا أو جراء ولو قلنا مثلا بكم هذا الثوب لاحظ الآن بكم البأه هنا حر جر فهنا كيف نعرب كم في هذه الحالة إذن نقول هو اسم استفهام مبني على السكون في محل جر بحرف الجر أما بالنسبة لي كم الخبرية كم الخبرية يتدل على التكثير و عندما نقول تدل على التكثير أي أنها تأتي بمعنى كلمة كثير و دائما أبدا تمييزها أي الإسم الذي يأتي بعدها يجب أن يكون مجرورا إذن لنأ لنأخذ مثلا الأمثلة الآتية فإذا قلنا مثلا كم عالم خدم الوطن لاحظ الآن قلنا كم عالم هنا لم نسأل نحن وإنما أخبرنا عن عدد العلماء الذين خدموا هذا الوطن فهنا كم هي تسمى بكم الخبرية كيف عرفنا أنها كم خبرية لأن الإسم بعدها جاء مجرورا فمباشرة علمنا أن كم هنا هي كم الخبرية ويمكن أن أقول كم من عالم فلاحظ أن كم هنا جاء بعد الإسم مجرورا بحرف الجر من فمباشرة نقول إذن هذه كم تسمى بكم الخبرية وأيضا تمييزها إما أن يعرب اسما مجرورا وعلامة جره الكسرة أو وفق الجملة وإما أن يكون مجرورا بالإضافة فلو عدنا إلى هذين المثالين كم عالم خدم الوطن إذن لاحظ الآن كلمة عالم لم تسبق بحرف جر فإذن هي تعرب مضافا إليه مجرور وعلامة جره الكسرة أو تنوين الكسر الظاهر على آخره فإذا قلنا كم من عالم خدم الوطن فمباشرة يكون هنا التمييز جاء مجرورا بحرف الجر فيعرب اسما مجرورا وعلامة جره الكسرة أو تنوين الكسر الظاهر على آخره أيضا من الملحوظ أن تمييز كم يأتي اسما مفردا أو جمعا إذن يمكن أن أقول كم من عالم وكم عالم وكم من العلماء خدم الوطن كم من العلماء إذن العلماء هنا جاء جمعا فإذن تمييز كم قد يكون اسما مجرورا بحرف الجر قد يكون مضافا إليه وأيضا يأتي مفردا ويأتي أيضا جمعة ومن الملحوظ أيضا أنه يمكن أن يحذف تمييز كم هذا إذا دل عليه سياق الجملة أو سياق الكلام ومثال ذلك في قول حافظ إبراهيم متحدثا عن بيته إذ يقول كم مر بي فيه عيش لست أذكره وكم مرة إذن كم مرة بي فيه عيش لست أذكره ومر بي فيه عيش لست أنساه فلاحظ الآن أن تمييز كم الخبرية جاء محذوفا على تقدير كم مرة مرة كم مرة مرة فإذا قمنا بمقارنة ما بين كم الاستفهمية وكم الخبرية للاحظنا أن كم الاستفهمية يأتي بعدها الإسم مفردا منصوبا ويكون تمييزا وأيضا هنا يجوز أن نحذف تمييز كم الاستفهمية كما في قوله تعالى كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم وهذا نستنتج منه أن كم الاستفهمية قد يأتي بعدها اسم وقد يأتي بعدها فعل والتقدير الكلام تقدير الآية كم لبثتم أي كم يوما لبثتم ولذلك كانت الإجابة قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم أما بالنسبة لكم الخبرية فت فت تمييزها يكون دائما وأبدا مجرورا إما أن يكون مجرورا كما ذكرنا بالإضافة أو أن يكون مجرورا بحرف الجر منه وأيضا تعرب كم الخبرية وفق موقعها في الجملة فقد تأتي مبتدأ وقد تأتي مفعولا به وقد تأتي ظرفا إلى آخره من هذه الحالات العرابية التي تدل عليها من خلال سياق الكلام كما ذكرنا وإذا انتقلنا إلى المحور الذي يليه وهو الحديث عن أسلوب التعجب وأسلوب التعجب من أسليب اللغة العربية الذي يدل على إثارة الدهشة والاستغراب لأمر أو لموقف أو لحدث ما والتعجب في الإصطلاح هو أسلوب لغوي له صياغه وأوزانه الخاصة ولذا يقسم التعجب إلى قسمين تعجب يسمى بالتعجب القياسي وتعجب سماعي فالتعجب القياسي لماذا سمي قياسيا لأن لأن وزنين مختلفين الوزن الأول يأتي على وزن أو صيغة ما أفعل والصيغة والصيغة الثانية أفعل به ولابد للفعل الثلاثي الذي يشتق منه التعجب أن يشتمل على مجموعة من الشروط هذه الشروط لا بد أن تتوافر في الفعل الثلاثي حتى نستطيع أن نشتق منه سلوب تعجب على على وزن ما أفعل أو أفعل به هذه الشروط هي أن يكون الفعل ثلاثي تاما والمقصود بالتام ليس ناقصا أي ليس من كان وأخواتها وظن وأخواتها وأن يكون الفعل مثبتا لا منفيا وأن يكون الفعل مبنيا للمعلوم لا للمجهول وأن يكون مثبتا لا منفيا وأن يكون متصرفا لا جامدا وأن يكون الوصف منه أي الصفة منه ليست على وزن أفعل فعل فلو أخذنا مثلا الفعل كابرة للاحظنا أن هذا الفعل هو هذا الفعل الثلاثي يجتمل على ماذا على الشروط التي ذكرناها فهو فعل ثلاثي وهذا الفعل الثلاثي مثبت وتام ومتصرف وأيضا الصفة منه ليست على وزن أفعى الفعلاء وهو مبني للمعلوم أيضا إلى آخره فالشرط كلها قد وردت في هذا الفعل فمباشرة نقول ما أكبر لو أخذنا مثلا الفعل كارما أيضا للاحظنا أن هذا الفعل اجتملت وانطبقت عليه شروط التي ذكرناها سابقا فنقول ما أكرم الرجل أو أكرم بالرجل وهنا لا بد أن نقف على الحالة العربية لجملتي التعجب القياسي فالتعجب القياسي كما ذكرنا يأتي على صيغتين أي على وزنين فالصيغة الأولى ما أفعله فإذا قلنا مثلا ما أكرم الرجل كيف يمكن أن نعرب هذه الجمل وهذه الجملة وما يشبهها فنقول في إعراب ما ما التعجبية اسم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ وما يأتي بعدها قلنا أكرم على وزن أفعله هو فعل ماض جامد مبني على الفتح لإنشاء التعجب إذن هو فعل ماض مبني على الفتح لإنشاء التعجب أيضا الفعل يحتاج إلى ماذا يحتاج إلى الفاعل نقول والفاعل هنا ضمير مستطر تقدير هو عائد على ما التعجبية والرجل هنا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وقد تكون علامة نصب إما أن تكون الفتحة وربما تكون الياء وربما تكون الكسرة وفق الجملة وكما تعرفون وتعلمون أن الفتحة تستخدم للإسم المفرد وجمع التكسير والكسرة لجمع المؤنث السالم والجاء تستخدم للمثنى وجمع المذكر السالم وأيضا الألف تستخدم في حالة النصب للأسماء الخمسة ولذلك لو أكملنا الإعراب فقلنا إذن الرجل هو مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره إذن أين الخبر خبر المبتدأ نقول أن ما هنا التي كانت مبتدأ لحظة ماذا جاء بعدها جاء بعدها جملة فعلية هذه الجملة الفعلية كاملة المكونة من الفعل والفاعل والمفعول به هي في محل رفع خبر مبتدأ إذن الخبر هنا جاء على هيئة وشكل الجملة الفعلية كاملة فإذا قلنا مثلا ما أكرم أباك ما أكرم أباك إذن ماذا نعرف كلمة أباك أيضا هو مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف لماذا قلنا الألف نقول لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف والكاف ضمير متصل مبني في محل جر بالإضافة وأيضا هنا لا بد أن نتنبه أن المتعجب منه وهو الذي يأتي بعد فعل التعجب مباشرة قد يكون اسما ظاهرا وقد يكون ضميرا متصلا نحظ الآن مثلا في قوله تعالى قتل الإنسان ما أكفره إذن ما أكفره إذن هذه جملة التعجب ماذا نعرف الكاف أو الألهاء هنا الضمير المتصل الذي جاء بعد الفعل التعجب مباشرة فنقول في إعرابه هو ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به إذن فأي ضمير من ضمائر النصب المتصلة سواء نا والهاء والياء والكاف إذا جاءت متصلة بالفعل وهو فعل التعجب فمباشرة هذا الضمير يعرب كما ذكرنا هو ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به فنقول ما أكرمك ما أكرمه ما أكرمنا ما أكرمها ما أكرمكم إلى آخر من هذه الأمثلة أيضا لو جينا إلى الصيغة الثانية وهو عندما نقول أكرم بالضيف فيظن أول شاء أولا أن السامع هنا يظن أن الجملة هي تدل على الأمر فنقول لا هذه صيغة من صيغ التعجب الذي يكون على وزن أفعل به أكرم به فنحن نتعجب أيضا من كرم من من كرم هذا الرجل فنقول أكرم بالضيف أو أكرم بالرجل فماذا نعرب مثله ماذا نعرب مثل هذه الجمل كيف نعرب هذه الجملة وما يشبهها أكرم هو فعل ماض مبني على السكون لإنشاء التعجل والباء هنا هي حرف جر زائد مبني على الكسر لا محل له من الآراء هنا نقف قليلا عند المتعجب منه فالمتعجب منه هنا جاء مجرورا وقلنا نحن في البداية أفعل أكرم مثلا هو فعل ماض فالفعل يحتاج إلى ماذا يحتاج إلى الفاعل إذن ماذا نعرب كلمة الرجل أو كلمة الضيف هناك وجهان وطريقتان للإعراب الوجه الأول والطريقة الأولى أن نقول في إعراب كلمة الرجل أكرم بالرجل أنه هو اسم مجرور لفظا مرفوع محلا على أنه فعل إذن هو باللفظ مجرور لكن بالموقع والمحل هو هو فاعل ونقول إذن مرة أخرى إذن هو اسم مجرور لفظا مرفوع محلا على أنه فاعل هذا وجه والوجه الثاني من الإعراب نقول هو فاعل لحظة فاعل والفاعل مرفوع إذن نقول فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة نحن قلنا بالرجل كسرة كيف نقول بالضمة إذن ننظر إلى هذه النقطة إذن إذن نقول هو فاعل مرفوع بالضمة إذن نعود إلى الأصل في طريقة الإعراب في هذه الحالة إذن هو فاعل مجرور أو فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة هنا نقول المقدرة لماذا نقول المقدرة لأن الباء هنا حرف جر زائد إذن نقول هو فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد إذن بسبب وجود حرف الجر الزائد هنا وجدت هذه الكسرة فالكسرة ليست علامة إعرابية هنا وإنما وجدت بسبب وجود حرف الجر الزائد فأصبح الإعراب بهذا الشكل وفاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد وقد يكون المتعجب منه ضميرا أي ضميرا متصلا فنقول مثلا أكرم به فكيف نعرف هذا الضمير إذا نقول ضمير متصل مبني في محل رفع فعال فإذا جاء مثلا واحد من الأسماء الخمسة نقول أكرم بذي الخلقي كيف نعرف ذي إذن أيضا نقول في إعرابه له وجهان إما أن نقول هو اسم مجرور لفظا مرفوع محلا على أنه فاعل أو أن نعود إلى الأصل فنقول هو فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو المقدرة منع من ظورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد إذن لنا وجهان أما بالنسبة إلى النوع الأخير والنوع الثاني من التعجب هو يسمى بالتعجب السماعي والتعجب السماعي له ألفاظ معينة يمكن أن تفهم من خلال سياق الجملة وبعضها قد ورد على لسان العربي وسمع عن العربي وهي ألفاظ مخصوصة هذه الألفاظ تدل على التعجب لكنها لم تأتي على الصيغتين السابقتين كقولنا مثلا لله درك باطلا إذن لله درك دلت هنا على التعجب لكنه تعجب ماذا سماعي لم يأتي على الوزنين السابقين ونقول مثلا ما شاء الله إذن هذا تعجب لكنه لم يأتي على الوزنين السابقين فهو تعجب سماعي ونقول سبحان الله وتبارك الرحمن وأيضا قد نكرر لفظ الجلالة مرتين في منظر ربما يدهشك وتعجب منه فتقول الله الله فهذا أيضا تعجب سماعي وقد توظف الاستفهام للدلالة على التعجب كما في قوله تعالى كيف تكفرون بالله فهنا الاستفهام ليس استفهام لإجابة عن سؤال ما وإنما الاستفهام جئ به للدلالة على التعجب أيضا في قول المتنبي أبنت الدهر عندي كل بنت فكيف وصلت أنت من الزحام فهنا السؤال هنا الشعر لا يستفهم لا يسأل عن أمر معين وإنما يتعجب من هذه الحم التي تركت جميع الناس وأصابته دون غيره وقد يستخدم أيضا النداء للدلالة على التعجب فهنا يخرج النداء إلى معنى آخر ليس طلب الإقبال للمنادة وإنما يخرج لدلالة على التعجب والأمثلة على ذلك كثيرة عندما ترى مثلا منظرا طبيعيا يعجبك ويدهجك فإنك تقول يا لجمال المنظر هل أنت نديت على هذا المنظر أو على هذا الجمال لا وإنما أنت وظفت واستخدمت النداء للدلالة على التعجب فكل هذه الألفاظ أعزائنا هي تسمى بالتعجب السماعي إذن هذا كل شيء شكرا لحسن على أمل اللقاء بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته